نلتقي مع القديس كريلوس الكبير في تفسيره لإنجيل معلمنا ماري لؤ البشير الإصحاح الخامس الجزء الثاني من أول العدد 14 فأوصاه أن لا يقول لأحد بل امدي وأري نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك كما أمر موسى شهادة لهم الإصحاح 14 بيكمل الموقف بتاع شفاء الأبرس وبيقول أن ربنا يسوع أوصاه أنه ما يقولش لحد ولكن يروح ويري نفسه للكاهن ويقدم الزبيحة اللي أمر بها موسى في الشريعة رغم أن الأبرس صمت ولم يتكلم فإن حقيقة الشفاء نفسها كانت كافية أن تعلن لكل الذين عرفوه عن عظمة وقوة ذلك الذي شفاه ولكن المسيح يوصيه أن لا يقول لأحد لماذا؟ لكي يتعلم أولئك الذين ينالون من الله موهبة الشفاء أن لا يتطلعوا إلى مدح أولئك الذين شفوهم ولا إلى أي مدح من أي إنسان لألا يسقطوا فريسة للكبرياء الذي هو أردأ جميع الرضائل هنا القديس كرولوس عاوز يقول أن الأبرس ربنا يسوع أمروا أنه ما يقولش لحد عشان خاطر كل إنسان عنده موهبة شفاء أو إخراج شياطين أو أي موهبة روح الله بيعطيها في الكنيسة لا يطلب مديح من أي إنسان وهنا تعليم روحي ربنا يسوع بيعلمه لنا من خلال حياته بالجسد وهو إنكار الزاد ونسب كل مجد لله وهو يأمر عن قصد أن يقدم للكهنة تقدومة حسب نموس موسى لأنه كان يرغب في الحقيقة أن يبطل الظل ويحول الرموز إلى عبادة روحية ولأن اليهود لم يكونوا قد آمنوا به فإنهم ربطوا أنفسهم بأوامر موسى مفتريين أن عدتهم القديمة لتذال قائمة ولذلك فقد سمح هو للأبرس أن يقدم تقدومة شهادة لهم كان اليهود مفكرين أن النموس هيفضل قائم وهيفضل موجود وكل الشرائع تفضل موجودة لكن ربنا يسوع حاب يأكد لهم أن في إنسان أعظم من النموس في إله أعظم من النموس الإنسان والإله هذا هو ربنا وإلهنا هم خلصنا يسوع المسيح وقال للأبرس روح وقدم التقدومة دي عشان تبقى التقدومة دي شهادة يعني إيه شهادة؟ يعني لما أنت تروح وتقدم فهيسألك أنت زي خفيت فهتقول لهم ده الإنسان يسوع أو ربنا يسوع هو اللي شفاني فديها تبقى شهادة أن المرض الصعب ده اللي أمر موسى أن يكون عنه ذبيحة وتقدمة اللي استطاع أن يقهر هو ربنا يسوع المسيح وما هو أهدافه من منح هذا التصريح للأبرس السبب هو أن اليهود إذ كانوا يستخدمون احترامهم للنموس كحجة يتزرعون بها ويقولون أن موسى النبي كان خادما للشريعة من الأعالي فأنهم كانوا يسعون أن يعاملوا المسيح مخلصنا كلنا باحتقار ولقد قالوا صراحة أن نحن نعلم أن موسى كلمه الله وأما هذا فما نعلم من أينه اليهود كانوا بيعملوا ربنا يسوع باحتقار ويقولوا أن موسى إحنا عارفين هو منين لكن ربنا يسوع إحنا مش عارفين هو منين أو الإنسان يسوع ده إحنا مش عارفين هو منين اليهود كانوا بيقولوا كده لكن ربنا يسوع قال للأبرس روح ويعمل التقدمة دي عشان تشهد أني لي سلطان على أصعب الأمراض اللي حتى النموس أمر بيها أنها تقدم عنها زبيح لذلك كان من الضروري أن يقتنعوا بوسطة الحقائق الفعلية أن مستوى موسى أقل من مجد المسيح لأن موسى كان أمينا كخادم في بيته وأما المسيح فكابن على بيت أبي في فرق بين موسى وربنا يسوع موسى كان نبي فهو قديس كرولوس حسب تعبير بولس الرسول في رسالته العبرانيين يقول عنه أنه خادم في بيت الله ولكن المسيح هو ابن في بيت الله في فرق بين الخادم والابن إذن فمن هذا الشفاء للأبرس يمكن أن نرى بوضوح تام أن المسيح يفوق نموس موسى بما لا يقارن لأن مريم أخت موسى هي نفسها دربت بالبرس لأنها تكلمت ضده وموسى تألم جدا بسبب إصابتها ولأنه لم يكن في مقدوره أن يزيل المرض من أخته فإنه سقط بوجهه أمام الله قائلا أتوسل إليك اللهم مش فيها فلاحظوا هذا إذن إنه أولا كان هناك توسل لقد سعى بالصلاة أن يحصل على رحمة من فوق أما مخلص الكل فتكلم بسلطان إلهي أريد فإطهر لذلك فإن نزع البرس كان شهادة للكهنة لكي يعرف أولئك الذين يعطون أعلى ردب لموسى إنهم يضلون عن الحق هنا القديس كرولوس بيقارن ما بين حدثة موسى وأخته مريم لما تكلمت موسى كان تجوز واحدة كوشية من الحبشة جلدها لونه أسود فمريم ابتدت تتكلم على موسى إنه إزاي يتجوز واحدة تانية أو واحدة من كوشية فربنا سمح إنها يجي لها برس فموسى في الوضع ده ما عرفش يشفيها ولكن توسل لربنا وقال له اللهم اشفيها لكن ربنا يسوع ما تصلاش وما طلبش بقدر ما هو أعطى أمر وهنا بيبين الفرق ما بين موسى وربنا يسوع إن موسى توسل إلى الله ولكن ربنا ينسوه هو صاحب القدرة الخاصة به على شفاء الأمراض فإنه كان مناسبا بل ومناسبا جدا أن يعتبر موسى بتقدير خادم للشريعة وخادم للنعمة التي تكلم بها ملائكة ولكن تقديرنا لعمانوئيل يجب أن يفوق جدا تقديرنا لموسى وكذلك المجد الذي ينبغي أن نعطيه له كابن الله الأب هنا قديس كيرلوس بيأكد على أن ردبة موسى أقلب كتير من ردبة ربنا يسوع لأن المجد اللي بنعطيه لله الأب هو نفسه اللي بنعطيه لله الابن ربنا يسوع المسيح وكل من يريد أن يرى يمكنه أن يرى سر المسيح العميق والفائق القدرة الذي كتب لمنفعتنا في سفر اللويه لأن نموس موسى يعلن أن الأبرس نجس ويأمره أن يخرج خارج المحلة كنجس ولكن إن زال المرض منه فإن النموس يأمر باستماح للمريض بدخول المحلة وبالإضافة إلى ذلك فإن النموس يحدد بوضوح الطريقة التي تعلن بها طهارة الأبرس فيقول هذه تكون شريعة الأبرس يوم تطهيره يؤتى به إلى الكاهن ويخرج الكاهن إلى خارج المحلة فإن رأى الكاهن وإذا ضربت البرس قد برأت من الأبرس يأمر الكاهن أن يؤخذ للمتطهر عصفوران حيان طهران ويأمر الكاهن أن يذهب العصفور الواحد في يذبح العصفور الواحد في إناء خزف على ماء حي أما العصفور الحي فإنه يغمسه في دم العصفور المذبوح على الماء الحي ويرش على المتطهر من البرس سبع مرات فيتخره ثم يطلق العصفور الحي على وجه الصحراء فالعصفير إذن عددها إثنان وكلاهما بالعيب أي طاهران وهي بلا لون من جهة الشريعة ويذبح أحدهما على الماء الحي أما الآخر يجاند من البرس فإنه بعد ذلك يعمل جديد العصفور الذي يذبح ثم يطلق هنا القديس كريلوس سرد إيه هي الشريعة اللي كان من خلالها يتم تطهير الأبرس كانت الشريعة بتقول أن لما يكون فيه واحد أبرس طهر يروح للهيكل أو للخيمة ويشوفه الكاهن وإن تأكد أن برس وذهب عنه يجيب عصفورين طهيران حيين ويجيب إناء خزخ ويجيب مية جرية ويتبح عصفور من العصفورين في المية وياخد العصفور الثاني مع زوفة وشريطة قرموزية وجزء من خشب الأرض ويغمزهم كلهم مع بعض في المية المختلطة قدام العصفور المتبوح ويرش على الإنسان الأبرس سبع مرات وبعد كده يطير العصفور الحي هذا المثل إذن يمثل لنا السر العظيم والمكرم الذي لمخلصنا قديس كورولوس بيقول أن موضوع تطهير الأبرس ده ده رمز قوي لربنا يسوع المسيح إزاي هيقول لنا لأن الكلمة كان من فوق أي من الآب من السماء ولهذا السبب من المناسب جدا أن يقارن بطائر يقول لأن ربنا يسوع هو من فوق من السماء فهو يقارن بطائر كأن العصفور يرمز لربنا يسوع لأن ربنا يسوع هو من فوق زي ما العصفور بيعلو بطيرانه لأعلى السماء فرغم أنه نزل لأجل تدبير الخلاص ليأخذ شكلنا أي يأخذ صورة عبد إلا أنه رغم ذلك كان من فوق نعم فإنه حتى حينما كلم اليهود قال هكذا بوضوح أنتم من أسفل أما أنا فمن فوق رغم أن ربنا يسوع من فوق إلا أنه نزل وتجسد من أجلنا وده ملغاش أنه يبقى من فوق ويستمر أنه يكون من أعلى السماء وأيضا ليس أحد صعد إلى السماء إلا ابن الإنسان الذي نزل من السماء فكما قلت الآن حالا فإنه حتى حينما صار جسدا أي إنسانا كاملا لم يكن أرديا بل كان سماويا ويفوق الأشياء العالمية من جهة لهوتي فيمكننا أن نرى إذن في العصفورين المقدمين في تطهير الأبرز يمكننا أن نرى المسيح متألما بالجسد حسب الكتب ولكنه يظل متعاليا على الآلام نراه مائتا في طبيعته البشرية ولكنه حي بطبيعته الإلهية لأن الكلمة هو الحياة هنا قديس كريلوس بيقول إذا كان في عصفورين واحد الدبح وواحد طار فهما بيرمزوا لبنا يسوع في ألامه وفي عدم ألامه أو أنه متعالي عن الألام ولا سلطان للألام عليه من جهة لهوته إن كان في عصفورين واحد الدبح فده يرمز إلى طبيعة ربنا يسوع البشرية اللي تألم بيها ولكنه حي بطبيعته الإلهية ويعلو إلى أعلى السماء لأن الكلمة هو الحياة فقد قالت الميزة الحكيم جدا مماتا في الجسد ولكن محيا في الروح لقد يثبت رسفر سلطة الأولى ولكن رغم أن الكلمة لا يمكن أن يقبل ألام الموت في طبيعته الخاصة إلا أنه ينسب إلى نفسه ما تألم به جسده رغم أن ربنا يسوع أو الإبن الكلمة اللهوت لا يمكن أنه يموت إلا أنه ينسب كل اللي تألم به بجسده إلى كيانه الكل نفس وجسد وروح وشخصه يعني الإله الكامل العصفور الحي اعتمد في دم العصفور الميت وهكذا استبغ بالدم وإصار مشتركا في الألام فإنه أطلق حرا إلى الصحراء وهكذا أيضا رجع كلمة الله الوحيد إلى السماء مع الجسد الذي اتحدى به زي ما العصفور الحي اتعمد في دم العصفور الميت وبقى خد الدم ده بقى زي كأنه مصبوغ عليه أو مصبوغ بالدم وكأنه اشترك في الألام وبعد كده طار للصحراء قديس كورولوس بيقول برضو ربنا يسوع المسيح رجع إلى السماء مع الجسد اللي اتحد به لما صعد طبعا ويقول وكان منظرا غريبا جدا في السماء وجموع الملائكة دهشت حينما رأت ملك الأرض ورب القدرة مثلنا في الشكل الملائكة استعجبت واستغربت وصارت في حيرة ودهشة بسبب أن ربنا يسوع المسيح دخل بالجسد الإنساني إلى علو السماء وقالوا ماذا لآتي من أدوم ويعنون بذلك الأرض بثياب حمر من بصرة وتفسير لفظة بصرة هو جسد الملائكة ابتدوا يسألوا ويقولوا مين اللي جاي من أدوم يعني مين اللي جاي من الأرض لأن كلمة أدوم معناها الأحمر ويدل على التراب الأرض الأحمر فبيقول من قالوا ماذا لآتي من أدوم مين اللي جاي من الأرض وثيابه حمر من بصرة وهدومه حمر أو لونها أحمر وقديس كورلوس بيقول أن بصرة لفظة تعني أو تفسيرها هو الجسد وكأنه بيقول أن جسده لونه أحمر ده طبعا يعني أنه مصطبغ بالدم ثم سؤالوا ما هذه الجروح في يديك فأجابة هي التي جرحت بها في بيت أحبائي فكما أنه بعد عودته إلى الحياة من الموت حينما كشف بقصد حكيم يديه لتومة أمره أن يلمس أثار المسامير والفتحة التي في جنبهم هكذا أيضا حينما وصل إلى السماء أعطى برهانا كاملا للملائكة القديسين أن إسرائيل قد طورت بعدل ولم يعد شعبهم هنا القديس كورلوس بيقول أن لما سألوه الملائكة أنت جاي مين أنت اللي جاي من أدوم من الأرض وليه جسدك في جروح وإيه الجروح اللي في إيدك قال أن هذه الجروح جرحت بها في بيت أحبائي وقديس كورلوس بيقول أن بيت أحبائي هو هنا الشعب الإسرائيلي وقال أشار إلى الموقف بتاعتهما لما حطت إيديه في أثر المسامير والفتحة اللي في جنبه وأعطى برهان للملائكة لما وصل للسماء إن إسرائيل قد طرت بعد ولم يعد شعبه لأنه جرح في بيت أحبائه اللي هم اليهود لهذا السبب أراهم ثيابه المصبوغة بالدم والجروح في يديه ليس لأنه لا يستطيع أن يلاشي الجروح لأنه حينما قام من الأموات أبطل الفساد وأبطل معه كل علاماته وصفاته لذلك احتفظ بأثار الجروح لكي تعلن حكمة الله المتنوعة التي صنعها في المسيح فتعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين واسطة الكنيسة بحسب خطة الخلاص ربنا يسوع شاف أوضح للملايكة ثيابه المصبوغة بالدم والجروح وقال أنه ده مش لأنه ما يقدرش يشيل الجروح ولكن لأنه بسبب القيامة من الأموات أفسد قوة الموت وأهلك قوة الموت فأعطى أنه يحتفظ بأثار الجروح عشان يعلن حكمة الله المتنوعة التي صنعها وتعرف الحكمة دي عند كل الرؤساء والسلاطين من خلال الكنيسة لأجل تتميم خطة الخلاص لكل العالم ولكن ربما يسأل أحد ويقول كيف تستطيع أن تؤكد أن يسوع المسيح هو نفسه الإبن والرب والوحيد بينما هناك عصفران قد قدمان هنا القديس كرولوس هيتطرق إلى المشكلة بتاعت نسطور لما كان نسطور بيقول أن فيه ابن ولد من الست العذرة وأن المسيح ده ابن الأب والمسيح حل على الابن المولود من الست العذرة في وقت ما بعد الولادة عشان يتمم عملية الخلاص وطبعا الفكر ده القديس كرولوس رفض وكل الكنيسة وحكمه عليه بالرفض في مجمع مسكوني في مجمع أفاسوس سنة 431 ميلادية والقديس كرولوس هنا هيتطرق للموضوع ده أن فيه ناس هتقول إيه هتقول أنتوا بتقولوا أن يسوع المسيح هو نفسه الإبن وهو الرب وهو الوحيد بس حسب ما القديس كرولوس قال أن شريعة تطهير الأبرس والعصفير كانت ترمز إلى ربنا يسوع فهم كده عصفرين إذن هم ابنين هم المسيح لوحده والابن يسوع لوحده فالقديس كرولوس بيقول لا ده كلام مش سليم وهيبتدي يأكد أن المسيح هو واحد والعصفرين هم كانوا مثال للمسيح فبيقول ويديف أيضا أن لا يوضح النموس بهذا أنه يوجد ابنان ومسيحان بيأكد على نفس السؤال الذي سألوا الهارات القايا نعم إن بعض الناس قد وصلوا إلى مثل هذه الهوة من عدم التقوى بأن يفكروا وأن يقولوا أن كلمة الله الآب هو مسيح واحد بمفرده وأن ذلك اللي بيجاء من نسل داود هو مسيح آخر هنا بيوضح أكتر بكلمات آخر أن فيه ناس بتفكر أن فيه واحد مسيح ابن الآب وفيه مسيح آخر من نسل داود وهم اللي اشتركوا مع بعض فيه الخلاص يعني ولكن القديس كرولوس بيؤكد على أن الفكر ده هو فكر خاطئ والكنيسة لا تقبله لأنه هو مسيح واحد تجسد من أجل خلاصنا وأخذ الطبيعة الجسدية واتحت بها اتحاد غير قابل للانفصال مرة أخرى فيقول ولكننا نجيب أولئك الذين يتصورون بجهلهم الأمور هكذا بما كتبه بوليس الإلهي رب واحد إيمان واحد معمودية واحدة طبعا تعبير بوليس الإلهي يعني بوليس اللهوتي يعني زي ما أقول كده عن القديس يوحنى اللهوتي ده مش معناه أنه هو إله ولكن معناه أنه هو بيتكلم عن الأمور الإلهية ده معنى تعبير بوليس الإلهي أو اللي له صفة التبني اللي بتخلينا أبناءنا الله فكبرده يحمل نفس المعنى لما أقول بوليس الإلهي قديس بوليس قال رب واحد إيمان واحد معمودية واحدة لذلك إن كانوا يأكدون أنه يوجد ابنان فبالضرورة يوجد هناك ربان وإيمانان ومعموديتان لو الناس اللي بتقول إن فيه مسيح مولود من الآب ومسيح آخر مولود من العذرة يبقى كده فيه ربين وبالتالي حسب القاعدة اللي بوليس الرسول حطها في رسالته الأفاسوس يبقى بدلهم ربين يبقى فيه إيمانين وفيه معموديتين لذلك رغم إنه أي بوليس يملك المسيح متكلما فيه كما يؤكد هو نفسه فمع ذلك يصير تعليمه خاطئة فبيقول لو بوليس قال رب واحد إيمان واحد معمودية واحدة والناس اللي بتعترض وتقول الهرطق بيقولوا إن هو ربين فبالتالي معموديتين وإيمانين ده معناه إن بوليس بيكلم كلام غلط وبيعلم تعليم غلط رغم إنه حسب ما هو بيقول يملك المسيح متكلما فيه أو بيظهر إن ربنا يسوه متكلما فيه وته طبعا كلام غير مقبول لإن اللي قاله معلمنا بوليس الرسول هو الكلام السليم واللي الهرطق قاله هو الكلام الخاطئ لكن هذا ليمكن أن يكون بالمرة لذلك فنحن نعترف برب واحد هو كلمة الله الوحيد المتجسد غير فاصلين بين النسوت واللهوت يأكد القديس كورولوس بكلمات قوية إن احنا نعترف برب واحد هو كلمة الله الوحيد المتجسد وهنا تعبير مهم قوي إن ربنا يسوع هو كلمة الله الآب والوحيد ولكنه تجسد فبقى كلمة الله الآب المتجسد فهو من طبيعتين ولكن هو شخص واحد هو الله الكلمة المتجسد غير فاصلين بين النسوت واللهوت ما فيش انفصال بين لهوته ونسوته بل نؤكد بالخلاص أن كلمة الله الآب صار هو إنساناً في الوقت الذي فيه استمر إله تعبير إن هو صار إنسان واستمر إله ده تعبير يمكن تكرر كتير عند القديس كورولوس شفناه في اللقاءات اللي فاتت معاه ومع ذلك فلندع أصحاب الرأي المضاد أن يتكلموا قائلين إن كان هناك ابنان واحد من نسل داود والآخر منفصل عنه هو كلمة الله الآب ألا يكون كلمة الله الآب أعلى في طبيعته من ذلك الذي جاء من نسل داود الناس المعترضة لهارات قدول بيقولوا إن كان فيه ابنين واحد من نسل داود يعني واحد إنساني والآخر منفصل عنه هو كلمة الله الآب إلهي ما يبقاش بقى في الوقت ده كلمة الله الآب طبيعته أعلى من طبيعة المسيح اللي من نسل داود الشخصين لو إحنا قلنا إن فيه شخصين اليسوع المولود من العدرة والمسيح المولود من الآب لو قلنا إن فيه شخصين دا معناه إن فيه واحد أعلى من الآخر المسيح أعلى من يسوع طبعا دا رأي خاطئ أنا بس بشرحه فهما بيقولوا كده بيقولوا إن فيه واحد أعلى من الآخر فبيقول قديس كروس فماذا نفعل إذن ونحن نرى العصفورين غير مختلفين في الطبيعة الواحد على الآخر بل العكس هما من نفس النوع ولا يختلفان في أي نقطة أحدهم عن الآخر هنا هما بيحاولوا يثبتوا إن بما أن العهد القديم أشار أن المسيح أشار للمسيح بعصفورين دا معناه إن هو ابنين ولكن بيقولوا إن إحنا شايفين إن هو مسيح من الله الآب أو ابن من الله الآب وده طبيعته أعلى من الإبن المولود من الست العضرة لكن إحنا شايفين العصفورين من نفس الطبيعة إزاي بقى يبقى المسل دو منطبق على ربنا يسوع بيحاولوا يعني يقولوا إن القديس كروس بيقول إن المسل ده مش صح يعني ده لا يشير للمسيح فقديس كروس هيثبت إن هو بيشير للمسيح بطريقة جميلة جدا جدا بيقول ولكن هؤلاء لا يربحون شيئا بمجادلتهم هذه لأنه يوجد فرق عظيم جدا بين اللهوت والنسوت وحينما نشرح الأمثلة ينبغي أن نفهمها بحسب تشابهها المناسب لأن الأمثلة قاصرة تماما عن مستوى الحق قديس كروس هنا بيحط قاعدة لأي مثل ممكن نحط إن أي مثل هيبقى قاصر عن الحق مش هيبقى بيوفي الهدف بتاعه بشكل كامل ولكن هو بيوضح جزء معين وهي عددا تعطي توضيحا جزئيا للأشياء التي تشير إليها الأمثال عادة بتدي توضيح جزئي للأشياء التي تشير إليه وفوق ذلك نقول أن النموس كان نوعا من الظل والمثال ورسم يضع الأشياء أمام عيني النظري النموس كان عبارة عن ظل عبارة عن مثال كان عبارة عن رسمة بتحاول تحط الأشياء الحقيقية قدام النظري صورة للأشياء الحقيقية قدام النظري ولكن في الفن التصويري تكون الظلال هي أساس الألوان وحينما توضع درجات الألوان الساطعة على الظلال فحينئذ يلمع جمال الرسم وبنفس الطريقة حيث إنه كان مناسبا لنموس موسى أن يخطط لسر المسيح بوضوح فإن النموس لا يظهر كميت وكحي في نفس العصفور الواحد لألا إذا حدث ذلك يكون له شكل شعوزة مصرحية ولكنه أشار إليه كمتألم مذبوح في أحد العصفورين وأظهر في العصفور الآخر المسيح كحي ومطلق حرة هنا القديس كرولوس بيقول في الفن التصويري الظلال بتبقى من خلال الألوان وكلما أنا برسم ببتدي أرسم بالألوان الغمقة وبعد كده أحط الألوان الفتحة عشان تبين إن فيه زل ونور في الرسمة ويبان جمال الرسم عشان كده النموس برضو كان بيبتدي يرسم سر المسيح بشكل واضح فعشان كده النموس ما خلاش عصفور واحد هو اللي يموت ويقوم لإني في الوقت ده لو كان عصفور واحد اللي اتدبح وبعد كده العصفور ده قام الناس هتتخيل إن ده نوع من السحر والشعوزة ولكن هو حط ربنا يسوع كمتألم في عصفور وأظهر ربنا يسوع كحي وقائم من بين الأموات في العصفور اللي طار ولكني سأحاول أن أبين أن ما أناقشه هنا لا يخرج عن حدود الاحتمال المعقول بواسطة قصة أخرى لأنه لو أراد أحد من جماعتنا أن يرى تاريخ إبراهيم موضحا في رسم فكيف يرسمه الفنان هل يرسمه وهو يعمل الأشياء مرة واحدة أم أنه يرسمه في صورة صور متتابعة وهو يعمل أعمالا مختلفة في عدة صور رغم أن الذي يعمل كل الأعمال المختلفة هو شخص واحد قديس كورولوس بيقول أنا هبين بمثل آخر اللي أنا عايز أحلها لو جي واحد يرسم صورة لإبراهيم عشان يشرح لنا بيها قصة حياة أبونا إبراهيم هيرسم أبونا إبراهيم في الصورة وهو بيعمل كل الأعمال ولا هيرسمه في عدة عدد من الصور في كل صورة هو بيعمل عمل معين فبيقول إيه فأنا أعني أن يرسمه مثلا مرة وهو جالس على الحمار وأسحاق يسير مرافقا له والغلمان يتبعونهما ثم في مرة أخرى يرسم الحمار مطروكا مع الغلمان وإسحاق يحمل الحطب وإبراهيم نفسه يحمل السكين والنار في يديه وفي جزء آخر يرسم إبراهيم نفسه في موقف مختلفا تماما إذ يكون إسحاق مربوطا فوق الحطب وإبراهيم يمسك السكين بيده اليمنى مستعدا إن يذبحه ولكن في كل هذه الرسوم لا يكون غير إبراهيم واحد رغم إنه يمثل بأشكال مختلفة في الرسم ولكنه هو واحد وهو نفس الشخص في كل الرسوم إذ أن فن الرسام يتكيف بحسب ما تحتاجه الأمور المطلوب المطلوب تحضيحها في الرسم لأن من المستحيل أن نراه في رسم واحد يعمل جميع الأعمال المذكورة ثابقا لذلك هكذا النموس أيضا كان رسما ومثالا لحقائق آتيه هنا قديس كرولوس بيوضح أكثر إن اللي عاوز يوضح قصة إبراهيم هيرسم سورة وإبراهيم ركب على الحمار وإسحاق ماشي جنبه وهيرسم سورة تانية وإبراهيم واخد إسحاق وإسحاق شاير حمل المحرقة وسايب الغلمان جنب الحمار وهيرسم سورة تالتة وإبراهيم حاطة إسحاق وربطه على المسبح وهيبتدي رافع السكينة وبتدي يصبح قديس كرولوس بيقول هل هو إبراهيم هنا فير إبراهيم هنا فير إبراهيم هنا ولا هو إبراهيم واحد هو واحد هو شخص واحد ولكن هو مصور في أكتر من شخص من شكل وأكتر من سورة لكي يتضح عمله كذلك ربنا يسوع من خلال النموس النموس وضح من خلال صورتين صورة لعصفور مسبوح وصورة لعصفور قائم أو طائر عشان يوضح عملين في حياة ربنا يسوع عمل أولاني هو عمل الألام والموت والصليب والعمل الثاني هو القيامة والحياة العمل الأولاني يشير إلى طبيعته البشرية والعمل الثاني يشير إلى طبيعته الإلهية الاتنين في شخص واحد العملين في شخص واحد الطبيعتين في شخص واحد ولذلك فرغم أنه كان هناك عصفوران إلا أن الذي كان يشير إليه العصفوران هو واحد فقط كمتألم وكحر من الألم كمائد وكمن هو فوق الموت وصاعد إلى السماء كبكورة ثانية للطبيعة البشرية المتحدة في عدم فساد لأنه صنع لنا طريقا جديدا إلى ما هو فوق ونحن سنتبعه حينما يحين الوقت فذبح أحد العصفورين بينما العصفور الآخر يعتمد في دم المطلوح ويظل هو حرا من الذبح كان هذا إشارة إلى ما سيحدث حقيقة لأن المسيح مات لأجلنا ونحن الذين اعتمدنا في موته قد خلصنا بدم نفسه هنا القديس كورولوس بيأكد أن اللي حصل هو أن أحد العصفورين الدبح العصفور الآخر اعتمد في دم العصفور اللي الدبح وبعد كده ظل حر من الدبح ودي إشارة اللي هيحدث في ربنا يسوع أنه مات لأجلنا وإحنا اللي بنعتمد في المعمودية اللي هي ترمز إلى الدم ربنا يسوع وحياته بناخد الحياة ونخلص بدم نفسه نلتقي المرة الجاية في الجزء الثالث من الأصحى الخامس في العدد أو بداية من العدد 17 ربنا يدينا نعمة ويفتح عقلنا لاستنارة فهم أقوال الله ولربنا كل مجد وقرامة في كنسته من الآن وإلى الأبد آمين